من أمام معبر رفح البري وفي اليوم الثالث عشر للحرب على فلسطين إليكم هذه الرسالة يشهد اليوم الكثير والعديد من الفعاليات التي تقع هنا على معبر رفح أبرزها هو إعلان رسمي عن مؤتمر صحفي غدا في الحادية عشر صباحا للمساعد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريتش جوتريتش يعتقد بنسبة كبيرة أنها هي بداية أو إعلان فتح معبر رفح البري أمام المساعدات الإنسانية التي تزيد يوما عن يوم لكن أبرز ما يكون في هذا المشهد هو ما نراه في خلفنا تماما هذا المشهد هي الوقفة الاحتجاجية التي الآن أنا بصددها هذه الوقفة التي تخص المشاركين والمتطوعين لقوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة والتي تقف هنا منذ السبت الماضي هذه الوقفة الاحتجاجية هي أحد أبرز المعالم التي يقوم بها شباب ومتطوعين مؤسسات التحالف العمل الأهلي والتنموي التي قدمت الكثير من المساعدات الإنسانية هنا على معبر رفح ليس هذا فحسب فهناك العديد من الأنشطة الأخرى خلاف هذه الوقفات الاحتجاجية نحن نتحدث أيضا عن كثير من الأنشطة التي قام بها هؤلاء المعتصمين نحن نتحدث عن خيام قد تم نصبها بشكل جيد من قبل القائمون على هذه القوافل المساعدات الإنسانية الآن سندخل إلى حضراتكم إلى المقر الرسمي المتخز والمسؤول عن إقامة هؤلاء المعتصمين هذا المكان لا يحمل في جعبته إلا العديد من الخيام التي صممت ونصبت بشكل جيد في هذا التوقيت الخيام ليس فقط الخيام التي تكون محور جزء من المعيشة هناك أيضا كل ما يتوفر في مكونات المعيشة الإنسانية من بطعم وأدوات خاصة بالأكل والشرب وغيرها حتى الاستخدام الأدمي فيما يتعلق بالحمامات استطاعت هؤلاء المنظمون في هذا المكان على توفير حمامات خاصة سواء كان للرجال وسواء كان للسيدات حتى هذه اللحظة كما سنرى أمام حضراتكم هذا هو المكان المخصص للخيام التي وضعت منذ ليلة أمس للمسؤولين والمتطوعين من قوافل المساعدات الإنسانية الموجودة هنا أمام معبر رفح بشكل ما نجد على اليمين هذه الخيام المسؤولة عن المشروبات وما إلى ذلك من أدوات الشرب حتى تكتمل المعيشة ثم نرى هذا الاستفاف الكبير من الخيام الموجودة في هذا المربع لما كل هذا العدد من الخيام لأن هناك العديد من المتطوعين من شمال سيناء ومن مدينة العريش أعلنوا بشكل رسمي تضامنهم حول هذا المعبر والمشاركين في هذا المعبر وبداية انطلاقهم من مدينة العريش إلى الوصول إلى هنا على ما يبدو كما وضحت سالفا أن معبر رفح البري قد يشهد خلال الساعات المقبلة وتحديدا بعد مؤتمر أنطونيو الأمين العام للأمم المتحدة بداية انطلاق القافلات المصرية المساعدات المصرية التي قد أعلن عنها التي تتراوح نسبة وجودها من 20 إلى 30 سيارة نعتقد أنها بداية بشرة خير لكل الموجودون هنا في هذا المكان نعتقد أنها بشرة خير للمصريين بشكل خاص وللدول العربية والعالمية المتعاطفة والمتضامنة مع القضية الفلسطينية لما ستمر هذه الشاحنات كما ذكرنا سالفا ونؤكد التصريحات الأخيرة من منظمة الإغاثة العالمية التي تتحدث أنه خلال أيام قليلة قد تنتهي المواد الغذائية من فلسطين من غزة تحديدا من جنوب فلسطين ربما إذا دخلت هذه المساعدات ستكون هي طوق النجل وحيد في هذه الأوقات إلى الوصول إلى نهاية هذا المطاف ونهاية هذه الحرب بعد القمة العربية الدولية المنتظر عقدها سبت المقبل التي ترعاها مصر بشكل كبير ربما هذه رسالتنا من هنا من أمام معبر رفح الدولية وبالطبع إذا كان لدينا مزيد من المعلومات أو هناك جديد من الأخبار سنفيكم بها لحظة بلحظة